موسيقى السلام عليكم حياكم الله عزاني المشاهدين و أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين ما أبرز نشاطات الشركات الإسرائيلية الخاصة في الدول العربية خلال العقد الأخير ما دور الشركات الأمنية الإسرائيلية في الاضطرابات التي تدور في المنطقة العربية ما المنافع التي تعود على الدول من سياسة الاعتماد على الشركات الأمنية الخاصة و في زهرة المدائن لهذا الأسبوع الجمعية العربية للمكفوفين في القدس المحتلة كما تتابعون في ذاكرة فلسطين الحاج أمين الحسيني مؤسس اللجنة العربية العليا عام ستة وثلاثين وتسعمائة وألف فتفضلوا بالبقاء معنا أمشري قدسنا ظاهرين لا نزال والغزاة بأرضنا ظلمهم إلى زوال أمشري قدسنا ظاهرين لا نزال والغزاة بأرضنا ظلمهم إلى زوال ظلمهم إلى زوال نحن بشرى مصطفى نحن نادى لا تزال واشترى البريد مانا فانتهضنا للنزال نحن بشرى مصطفى نحن نادى لا تزال واشترى البريد مانا فانتهضنا للنزال نسرج الأقصاد ما نرابطون في الحمى نحرس المسرى وما نرقضيه مهدمة نحرس المسرى وما نرقضيه مهدمة أهلا بكم أعزائنا المشاهدين مع أن بواكير شركات الأمن الخاصة بدأت عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة إلا أن الحركة الصهيونية كانت سباقة في هذا المجال عندما أنشأت أول شركة أمنية خاصة وهي شركة هاشميرا عام 1937 وتؤدي سياسة الاعتماد على شركات الأمن الخاصة منافع كثيرة للدول الغربية والعربية خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية التي سنذكرها في هذه الحلقة حيث تتمركز المقار الرئيسة لتلك الشركات وفي عدة أماكن منها أمريكا وبريطانيا من المنافع التي تعود على تلك الدول تخفيض النفقات عن كاهل وزارات الدفاع تخفيض الخسائر البشرية في القوات المسلحة من خلال الاعتماد على تجنيد المرتزقة من مختلف مناطق العالم ثم تجنب الإحراج الدبلوماسي ومناقشات القانون الدولي الناجمة عن التدخلات العسكرية من خلال التستر وراء شركات الأمن الخاصة وأخيرا بكل تأكيد جذب التأييد الداخلي بالظهور بمظهر النزعة السلمية وعدم الانخراط المباشر في أي نزاع مع دولة أو جماعة هنا أو هناك إذن هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم إسرائيل وشركات الأمن الخاصة مع ضيفين الكريمين الدكتور عبدالعزيز أبو عليان الباحث المتخصص في الشؤون الأمنية أهلا وسهلا فيك دكتور كما سينضم إلينا لاحقا الدكتور الأستاذ محمد حمادة المتخصص في الشأن أصهيوني أرحب بك معنا مباشرة من غزة أهلا وسهلا حياك الله أستاذ محمد اسمح لنا أن نذهب لمتابعة هذا التقرير ثم نعود للنقاش عام تسعة وتسعين أبرمت شركة مير سيكورتي الصهيونية عقدا بنصب نحو ألف كاميرا للرزد والمراقبة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ليصبح المشروع نموذج أيقونة دولية ثم سوقته دوليا حيث شرعت الحكومة البريطانية عام 2007 في محاكاة النموذج إلى أن انتشر في كافة أنحاء المملكة وبعد النجاح المبهر انتقل النموذج سريعا لمئات المدن حول العالم حتى أصبح كيان العدو يمتلك سبع وعشرين شركة مراقبة صهيونية تقدم خدماتها للحكومة وتسعى للترويج لهذه الشركات عبر المؤتمرات التي تعقدها بصورة دورية ولا تشكل هذه الشركات رافدا معلوماتيا واستخباراتيا للكيان فحسب بل تشكل أحد روافد الاقتصاد الصهيونية من خلال تصدير برامج بقيمة 5 مليارات دولار سنويا بنسبة 5% من قيمة الصادرات الصهيونية الشركات السرية الشركات التابعة لاستخبارات تنشط في الدول العربية لكن غير معلنة عبر شركات تكنولوجيا كما ذكرنا في دولة الاحتلال وأيضا في أمريكا يقوم عليها إسرائيليون تخرج من الوحدة 8200 أو حتى من الموساد والشابك صحيفة هارتس الصهيونية كشفت في تقرير سابق لها أن الشركات الأمنية الصهيونية قامت بأنشطة أمنية واسعة النطاق في بعض الدول الخليجية وصلت قيمتها لعشرات ملايين الدولارات وشملت هذه الأنشطة تقديم إرشادات بشأن تفعيل أنظمة أسلحة متطورة والتزود بالعتاد الاستخباري وتدريب الجنود المحليين على حماية الحدود وإحباط عملية احتجاز الرهائن أو الانقلابات أو محاولات احتلال الأهداف الاستراتيجية كالمنشآت النفطية حيث قال ضابط الشباك السابق لأور أكرمان لإحدى القنوات الإخبارية أن هذا التعاون الأمني بين الكيان والدول العربية موجود منذ سنوات طويلة سواء عبر شركات خاصة أو عبر الأجهزة الأمنية الصهيونية لافتا إلى أنها تقدم خدمات في مجالات أمنية متعددة بدءا من توفير حماية الشخصيات أو حماية رجال الأعمال إضافة إلى حماية المؤسسات كالمصانع والمؤسسات الحكومية العدو الصهيوني الآن يتمدد في المنطقة العربية عبر هذه الخدمات الأمنية التي يقدمها وعبر التكنولوجيا التي تصدرها شركة رفائل وشركة تاعس الصهيونيتين ويتتخصص في مجال التنصت والتجسس ومع تنامي دور الشركات الأمنية الصهيونية يبرز دور الوحدة 8200 وهي وحدة الاستخبارات المسؤولة عن التجسس الإلكتروني وفك الشفرة وقيادة الحرب الإلكترونية في جيش الاحتلال حيث يوظف ضباط تلك الوحدة خبراتهم بعد انتهاء خدماتهم العسكرية في تأسيس الشركات خاصة بهم أو تولي مناصب عليا في شركات أمن خاصة لا سيما تلك العاملة في مجالات المراقبة والتنصت والكثير منهم لا تنقطع صلاتهم بالوحدة وتكمل الخطورة في أن الشركات الصهيونية التي تبيع برامج الحماية والتجسس على الاتصالات للدول العربية تكون قادرة تقنيا على التجسس والحصول على تلك المعلومات بشكل مباشر حيث يعتبر بابا هاما لاختراق الأمن القومي في الدول العربية التي لا تبنى على مفهوم المؤسسات الأمنية وإنما تبنى على مفهوم شركات خاصة تخدم مصلحة النظام أهلا بكم مجددا عزانا لمشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين الاحتلال إسرائيل وشركات الأمن الخاصة هي موضوع نقاشنا في هذا اليوم مع ضيفين الكريمين الدكتور عبد العزيز أبو عليان الباحث المتخصص في الشؤون الأمنية أهلا وسهلا في الدور ومع الأستاذ محمد حمادة المتخصص في الشؤون الصهيونية أيضا من غزة مرحبا بك مجددا أستاذ محمد واسمح لي أن أبدأ بالسؤال لدكتور عبد العزيز نحن عندما نريد أن نتحدث عن تلك الشركات بودنا أولا أن نتعرف على الشركات الأمنية بصفة عامة متى تشكلت؟ متى بدأت تفكير عالميا بتشكيل هذه الشركات؟ وما الحاجة التي دعت إلى تشكيلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم المهام الأمنية والعسكرية كانت حكرا على الدولة على الجيش وعلى الأجهزة الأمنية التابعة للدولة حتى بداية القرن العشرين عندما كانت النظرية السيادية التقليدية هي سائدة في المجتمع الدولي أنه عندما تطور بدأ تطور المجتمع الدولي بدأ بتطور صناعة جديدة مفهوم الشركات الأمنية التي تقوم بمهام أمن الدولة أجهزة مخابرات الدولة من خلال الشركات التي قامت أصبحت تبيع خدمات الأمنية والعسكرية ليس فقط في الدول التي تحمل جنسيتها فقط إنما في كاف الدول العالم حتى أصبحت ترافق القوات الأمنية والعسكرية في مهامها في النزاعات المسلحة في المعتقلات في السجون حتى بدايات التسعينات بدأت تنشط هذه الشركات الأمنية المتخصصة في جوانب عدة إلى أن تقلنا إلى الشركات الأمنية التخصصية في الكيان الإسرائيلي والذي كما ذكرتم في التقرير منذ عام 1937 والكيان الإسرائيلي يهتم بالمفهوم الأمني بشكل كامل ومن ضمنها الشركات الأمنية الإسرائيلية وخاصة بعد نهاية الحرب الباردة بدأ الزياد الدولي والعالمي في الاهتمام في الاتجاه نحو الشركات الأمنية المتخصصة التي تقوم وتساعد الأجهزة الأمنية والعسكرية في الدولة في تنفيذ مهمات تابعة للدول تستعيضها الدول وتستفيد منها في تنفيذ خداماتها وسياساتها لتنفيذ أجندة الدول عبر هذه الشركات عبر هذه الواسطة بعيدا عن المسئولية القانونية والمحاكمات الدولية التي تتعرض لها هذه الأجهزة الأمنية والقيادات السياسية ثم بعد ذلك في عام 1999 كانت أحدى الشركات الإسرائيلية الأمنية وهي ميري سيكوريتي عقدت مع الشرطة الإسرائيلية اتفاقا على نموذج المدينة الآمنة وبدأت بتنظيم هذا المفهوم في أن تكون مدينة زرعة الكاميرات وزرعت نقاط المراقبة في مدينة القدس حوالي ألف كاميرا تم زراعتها في مدينة القدس لحماية لمراقبة الشوارع والأزقة من عناصر المقاومة لمراقبة التهويد وما شابه وأصبح هذه الشركات الأمنية منتشرة في الكيان الإسرائيلي اليوم توجد عشرات الشركات الأمنية التابعة للكيان الإسرائيلي لأهداف تسعى لتحقيقها عبر التجسس والتنصت تنفيذ أجندر ربما لو تحدثنا عن مهام هذه الشركات دعنا نراجل التحديث عن مهام الشركات إلى بعد قليل ونذهب لضيفنا من غزة إذا تحدث ضيفنا في الأستوديو عن تشكيل هذه الشركات بصفة عامة ونحن تحدثنا أيضا في المقدمة وفي التقرير أن الاحتلال الصهيوني قبل قيام ما تسمى بدولة إسرائيل كان حريصا على وجود شركات من هذا النوع في عام 1937 إذا كان هناك كيان غاصب لديه أجهزة مخابرات وجيش وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية اللازمة لأي الدولة بل متفوقة جدا أكثر ما الداعي وما الضرورة لوجود شركات أمنية خاصة في دولة مثل دولة الكيان الصهيوني بداية تحية لك والضيفك الكريم والمشاهدين لا شك بأن الاحتلال الذي هو جسم غريب على هذه المنطقة وسيظل كذلك لكنه منذ اللحظة الأولى التي وطأ فيها أرض فلسطين بدأ في مشروع أن يصبح جسما طبيعيا في المنطقة واشتغل على عدة اتجاهات في هذا الجانب الجانب السياسي وهو ما نشاهد ثمارات اليوم التطبيع وما يحدث من هاروال للتطبيع لكن قبل ذلك بكثير وتنبه جيدا إلى قضية مهمة جدا هو أنه إذا منتظر إلى أن يحقق هذا التطبيع وأن يحقق اختراقا في بعض الوعي العربي ليجد من يروج له كجسم طبيعي في هذه المنطقة سوف لن يستطيع أن يبقى ولن يستطيع أن يبني نفسه قوة ولذلك هو ابتدع منذ بداية الاحتلال فكرة أن يتجاوز الجدر جدر الرفض الوطني وجدر الرفض في داخل الوعي هذا التجاوز لا يتم إلا بأن يتشكل بأجسام أخرى هو تماما كالفيروس الذي يتشكل في داخل الجسم بأشكال تشابه كريات الدم البيضاء ليتمكن من مهاجمة الجسم هذا ما فعله بالتحديد الاحتلال هو منذ بداية احتلاله لفلسطين بدأ في مشوار أن يتغلغ الأمنيا في المحيط العربي ثم يتوسع إلى بعد من ذلك الدول الإسلامية وغيرها من الدول التي يمكن أن يكون لها تأثير على وجوده هنا وكان في بداية الأمر من خلال تعاون رسمي ويذكر قادة الموساد الذين يكتبون اليوم مذكراتهم ويظهرون على شاشات التلفزة الصهيونية أنهم في أوائل الاحتلال الصهيوني كان لهم تعاون مع بعض الدول العربية التي طلبت منهم تصفية معارضين وبالفعل تحدث أحد الذين توفوا قريبا وهو الذي كان يسمى بصياد النازيين تحدث عن أنه قد أشرف على إذابة أحد المعارضين بالأسيد أحد المعارضين للدول العربية لكن بعد ذلك عندما لم يستطيعوا أن يتجاوزوا فكرة أن الشعوب لا تقبلهم كان لابد من أن يكون هناك شكل آخر للعمل فكانت فكرة أن تكون هناك الشركات الأمنية هذا لتجاوز هذه الجدر لكن أيضا في إطار العمل والتحرر من قيود ما يسمى بقانون دولي ورقابة على العمل وغيره من الأمور ابتدى هذا الأسلوب المافيوي هو في طبيعته وفي حقيقته لا يتعد كون أسلوب مافيا بكل ما تحمل الكلمة من معنى إلا أن المافيا ربما ليس لها أهداف سياسية وإن كان هناك بعض العصابات قد تدخلت في السياسة لكن في هذه الشركات الأمنية لها أهداف سياسية بعد طبعا عندما تطورت بعد ذلك تصبح شركات خاصة أصبح حدف أول لها الثروة وأن تمتلك المال الكثير لكنها أداة لممارسة كل عمل قذر يمكن أن تمارس دولة دون أن يكون عليها رقابة نعم أشكرك على هذه الإجابة أرجو أن تبقى معنا أستاذ محمد دكتور عبد العزيز بلا شك أن هناك مهام وأنشطة كثيرة لهذه الشركات تتعدى ما يمكن أن نتخيل في الحقيقة يعني عندما تكون هناك مساهمة لهذه الشركات لتصفية معارضين مثلا أو يكون هناك بعض المهام الأخرى التي بمستطاع جزة المخابرات القيام بها لكنها ستتحمل مسؤولية كبيرة وبالتالي تعتمد على هؤلاء المرتزقة ومهام أخرى كثيرة أمنية ما أبرز الأنشطة والمهام التي تقوم بها تلك الشركات بصفة عامة يعني بخصوص المهام التي تتجه إليها هذه الشركات الأمنية فهي مهام عديدة ومتنوعة ولكن أريد أن أشير قبل إلى كمية عدد الشركات الأمنية التي تعتمد عليها كنسر أكثر من 300 شركة أمنية تعتمد عليها المخابرات الإسرائيلية في تنفيذ أجندتها كما تحدث الضيف الكريم 300 شركة أكثر من 300 شركة أمنية تنفذ سياسات أجهزة المخابرات ولكن من الذي يقوم ويدير هذه الأجهزة هم ضباط مخابرات سابقين وقادة سابقين في الجيش الإسرائيلي لديهم خلفية أمنية سابقة في أجهزة المخابرات الأمنية وفي أجهزة الجيش ولهم خلفية سابقة في التنصت والتجسس وغيرها أبرز المهام هو التدريب يدربون العناصر كذلك نقل الأسلحة وجمع المعلومات والتعذيب إدارة السجون في بعض يعني اليوم في الضفة الغربية يديرون يكونون حراسا على المستوطناء كذلك إدارة السجون يقمعون الفلسطينيين في السجون وغيرها أيضا إشراف على نقاط التفتيش اليوم في الضفة الغربية منتشر عدد كبير من كاميرات المراقبة والرز تتبع لهذه الشركات الأمنية هذا جعلنا يقول أن العدو الإسرائيلي اليوم ينفس سياسته من خلاف المجتمع الفلسطيني وفي الدول العربية حيث تنتشر هذه الشركات تحت مسميات وهمية لتنفيذ أجندة الكيان الإسرائيلي تحت مسميات هذه المسميات الوهمية لتنفيذ الأجندة الإسرائيلية من تجسس وتنصت على الدول العربية لذلك من أبرز النشاطات التي تعتمد أو قامت بها هذه الأجزاء التي هي في تقارير أشارت إليها حتى أنه قيل أنه من هذه الشركات لها ضلع في قضايا ترامب وقضية انتخاباته وحيث أن هناك الشركة لا أذكرها بالضبط الآن عرضت على ابن ترامب أن يتدخلوا في قضية السياسة أو في الانتخابات من قابل التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي من قابل عرض ملايين من الدولارات كذلك هناك شركة NSO وهي شركة إسرائيلية تبيع البرامج التي يمكنها اختراق الهواتف اختراق الهواتف يعني كشف شخصيات كشف معلومات وهذه لقت اهتمام واسع في وسائل الإعلام مؤخرا كذلك هناك شركة الدرع الواقي وهي شركة إسرائيلية أخرى قامت بتصدير معلومات عسكرية إسرائيلية إلى أنظمة حكم في الخارج وتخضع حاليا للتحقيقات في داخل الكيان الإسرائيلي من قبل الشرطة العسكرية كذلك أيضا لو جئنا إلى هذه الشركات ومن مهامها عمليات القتل تنفذ عمليات القتل وهنا لو نذكر شركة الأمنية في بلاك ووتر في العراق ماذا فعلت في سوريا اليوم تنفذ سياستة في سوريا وتم تغيير هذا الاسم بلاك ووتر إلى حديثا إلى أكاديمي ونشرت كثير يعني تقوم بكثير من المهام الأمنية للكيان الإسرائيلي كذلك الإسلام في حماية الدبلوماسيين وتنشط كذلك في تصنيع المعدات الحربية وأجهزة التنصف فهذه الأجهزة صراحة أو الشركات الأمنية توفر المقاتلين المرتزقة الذين ينفذون أجندة المخابرات الإسرائيلية أجندة الكيان الإسرائيلي الأهداف السياسية التي يسعى الكيان الإسرائيلي اليوم وأين تنشط هذه الشركات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط بشكل كثير وبالذات في الدول العربية لا نريد أن نحدد دولة بعينها لكن الدول العربية تنشط هناك الشركات الأمنية وهناك تنصف على وهناك برامج تباع للدول العربية وهناك مراقبة كاملة في بعض الدول أنظمة مكاملة من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنظمة تكنولوجية كاملة هي من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية دعنا نتوقف هنا نكاد نقول أستاذ محمد إلى جانب ما قاله الدكتور من وجود أكثر من 300 شركة إسرائيلية شركة أمن خاصة إسرائيلية حول العالم أن هذه الشركات هي صناعة إسرائيلية بحتة وأن العالم يستفيد من هذه الصناعة في تنفيذ المهام والأنشطة التي ذكرت من ضيفنا والتي يمكن أن تضيف عليها هل نحن محقين في قول ذلك؟ يعني بكل تأكيد هذه الشركات عدا عن أنها تعمل لمصلحتها الشخصية ومصلحتها الخاصة والثراء ولكنها بالدرجة الأولى أيضا تمارس سياسة هذا الكيان وتوسعه وتمارس كل ما يريد هذا الاحتلال دون أن يتحمل الاحتلال أي مسؤولية وليس أدل على ذلك من أن المناطق التي يتواجد فيها أكبر كم ممكن ممن يطلق عليهم مستشارين أمنيين هم في حقيقة الأمر ضباط في الجيش الصهيوني خدموا في هذه الوحدة الشهيرة 8200 أو غيرها من وحدات الاستخبارات العسكرية والأجهزة الأمنية الصهيونية ثم بعد ذلك عندما يتقاعد الواحد منهم ينتقل ليعمل في شركات وكمستشار بل حتى مستشار لبعض الدول أقول ليس أدل على ممارسة دور أو سياسة الاحتلال وما يريده من انتشار مثل هذه الشركات أن عندما تتواجد مثل هذه الشركات في إحدى الدول بالقطع تصبح سياسة هذه الدولة تميل لقبول الكيان ولدعم الكيان على مستوى السياسي سواء كان ذلك في المحافل الدولية وغيره ونحن هنا نشير وليست القضية يعني إدعاء أن متقاعدون في الموساد تحدثوا عن أن عدد كبير جدا من ضباط الجيش الذين ينهون خدمة ويعملون كمستشارين موجودين في الإمارات التي ربما أصبحت وكان الاسم الشهير دائما لوجود الاستخبارات قبرص الآن تحولت الأنشطة هناك في المواجهة التي كانت ما بين روسيا وجورجيا كان مستشار لرئيس الوزراء الجورجي الذي ورطه في المواجهة مع روسيا هو أحد الضباط الذين شاركوا في حملة السور الواقي في انتفاضة الأقصى في فلسطين ضباط الجيش الصهيوني إلى هذا الحد هو انتشارهم وإلى هذا الحد هم يمارسون هذا الدور بل أبعد من ذلك الآن أصبحوا يروجون لفكرهم الأمني عبر الإعلام الخاصة الهوليوودي الآن مسلسل فوضى الذي ينتشر دوليا وعالميا وينتشر عبر شبكة نتفليكس وربما حاز على بعض الجوائز مسلسل فوضى الذي يعتمد على التشويه الكامل للنضال الفلسطيني بكل ما تحمل الكلمة بمعنى ورفع وتحسين صورة الأمني العسكري الصهيوني الذي بعد ذلك يحصل على هذا الترويج عبر العالم ليصبح بعد ذلك مستشارا في الدول العربية الممثل الرئيسي في مسلسل فوضى هو أحد الضباط البارزين في وحدات المستعربين التي كانت تلاحق الفتية في شوارع الضفة الغربية والقدس من أجل اعتقالهم هو الآن الممثل الرئيسي في هذا المسلسل أنا أردت الإشارة إلى هذا الموضوع لأدلل على أن القضية لم تعد فقط انتشار للأجهزة الأمنية ودورها والذي ينتشر كالنار في الهشيم الدول العربية التي لا تملك أن تدافع عن نفسها والدول الضعيفة حتى على مستوى أبعد من ذلك في دول إسلامية وغيرها تستعين بهذه الأجهزة والتي تغلف نفسها أصلا بأسماء أجنبية كي لا تظهر بأنها إسرائيلية وفي حقيقة الأمر أصولها وهويتها الإسرائيلية بين قوسين الصهيونية لا تخفى على أحد بلا شك يعني ولابد من الإشارة أن تلك الشركات تعمل في أكثر من سبعين دولة وهي لديها علاقات كبيرة جدا بشركات متعددة الجنسية في أكثر من دولة أيضا أستاذ محمد وهذا يؤكد انتشارها ذلك أنا سألت فيما إذا كانت صناعة يعني نكاد نقول أن تلك الشركات صناعة إسرائيلية وأن الدور الذي تقوم به يخدم الاحتلال الصهيوني بشكل مباشر أرجو أن تبقى معنا لا شك أن هناك تأثيرات كبيرة كما تحدث ضيفنا من غزة لتلك الشركات يعني عندما تتدخل في سياسات دول على سبيل المثال وتكون متحكمة في التكنولوجيا التي توفرها لدول أخرى إلى أي مدى تجد أن هناك تدخل وتأثير لتلك الشركات على بعض الدول في المنطقة العربية وفي غيرها من دول العالم هذا الموضوع هام جدا هو تأثير هذه الشركات على أمن الشرق الأوسط وأمن الدول العربية بكافة حيث كما تحدث الضيف عن أن وحدة 8200 هذه الوحدة المتخصصة في التجسس الإلكتروني هذه الوحدة التي يوكل إليها الكيان الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي المهام التجسسية كافة وهي التي تنشط في مجال التجسس الإلكتروني وفك الشفرة وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا هو يتبع لهذه الوحدة ثم بعد ذلك من يتقاعد من هذه الوحدة يتولى المهام الأمنية شركات أمنية أو يديرها كما تحدثنا في سياق هذه الحلقة الأمر الخطير أن هذه الشركات الأمنية تقوم ببيع برامجها التجسسية والحماية للدول العربية هذه الدول العربية عندما تبيح أجهزة الشركات الأمنية الخاصة التقنيات التجسس والحصول على المعلومات بشكل مباشر أصبح أن العدو الإسرائيلي أن هذه الشركات أصبح مطلعة على المعلومات وكذلك أن هذه الشركات تعتبر خطرا على الأمن القوم العرب كيف تعتبر؟ لأن هذه الدول تشتري هذه الخدمات ولا تأخذ بعيننا الاعتبار أو لا تهتم أن هذه الشركات تقوم بها اختراق المعلومات أنت اليوم عندما تأتي بهذه الشركات وتجعلها في هذه الدولة أو ذات وتطلع على أشياء خاصة بالدولة تعتبر أمن قومي لهذه الدولة وهذا يشكل تهديداً واختراق لأمن القوم في الدول العربية الذي لا تبنى على مفهوم المؤسسات الأمنية إنما تبنى هذه الشركة وتريد أن تأخذ مصالحها وتأخذ معلوماتها وكما تحدثنا في سياق هذه الحلقة أنه هو هدف الشركات هو تنفيذ سياسة الاحتلال الإسرائيلي حتى أنها البوابة الخلفية التي ينفذ منها الاحتلال الإسرائيلي السياسة ومخططه في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية هناك خدمات أمنية كذلك في المنطقة العربية قدمت وتحدثت فيها صحيفة هارس الإسرائيلية عن أن الشركات الأمنية الإسرائيلية قامت بأنشطة أمنية واسعة النطاق في بعض الدول الخليجية وصلت إلى عشرات المليارات من الدولارات كذلك هذه الأنشطة قامت بتفعيل أنظمة أسلحة متطورة والتزود بالعتاد الاستخباري وتدريب الجنود المحليين على حماية الحدود وإحباط عمليات احتجاز أو رهائن أو شاركت في الانقلابات الآن يعني خلينا حتى أكمل فكرة في هذا المجال إلى أن تطور أصبح هناك للأسف ما نشهده اليوم من تطبيع أصبح هناك تطبيع غير مباشر يعني بعض الشركات الأمنية كانت مدخلا لتطبيع الدول العربية البوابة التي دخلت إلى التطبيع مع الكيان الإسرائيلي عبر هذه الشركات أصبحت هناك معلومات لدى الكيان الإسرائيلي من خلال هذه الشركات هذا الأمر يعتبر أمناً قومياً عربياً والدول لا تنتبه لهذا لأنها تتبع لمصالحها والأنظمة الاستبدادية وهنا يطرح السؤال في الحقيقة أستاذ محمد إذا كانت هذه الشركات استغلت الظروف التي تمر فيها المنطقة العربية لتعميق الأزمات والتدخل بشكل سافر لتعميق أزمات الاقتصاد والسياسة والأزمات الاجتماعية حتى ونحن نعرف ما قامت به تلك الشركات في بعض الدول وبعيداً عن ذكر أسماء تلك الدول بصفة عامة نتكلم ما نوع التدخل الذي وصل إلى هذا الحد وأدى إلى تعميق هذه الأزمات وتدخل في انقلابات كما يقول ضيفي في الأستوديو وبعضها تدخل في قضايا اقتصادية وهكذا يعني الدور يتعدى تكنولوجيا ممكن أن تكون توفرها هذه الشركات أو يتعدى بعض العمليات العسكرية أو الأمنية هنا أو هناك لمعارضين أو غيره نعم الأمر تعدى ذلك بكثير تعدى ذلك إلى أن هذه الشركات عملت في تلك الدول التي ربما لا نريد ذكر اسمها على أن تبني أجسام وهمية تطلق عليها مثلاً مجموعات مقاتلة أو ثوار لخدمة كذا أو بمعنى أن بعض المجموعات التي عبثت في أمن تلك الدول والتي ربما عملت على تعميق حرب أهلية في مكان ما أو عملت على تنفيذ عمليات ونسبت لمجموعات إسلامية أو نسبت للإسلام هي تنفيذ كامل لهذه الشركات هذه الشركات لا يمكن أن تعمل إلا في ظل وجود هذه الخلافات ولا يمكن لها أن تتربح هذه الأرقام الكبيرة 25 مليار إلى أكثر من 400 مليار دولار خلال أربع سنوات كما ذكر تقرير الاتحاد الأوروبي هذه الأرقام لا يمكن لهذه الشركات أن تجنيها إذا ما استقر الوضع الأمني في تلك الدول فلذلك نعم هي تعبث أيضاً بشكل مباشر في مثل هذه الدول تقوم بالاختطاف تقوم بالقتل تقوم بتنفيذ عمليات حتى في من يعتبرون أصدقاء من أجل أن تؤلب دولة ما على هذه الدولة أو أن تغير قرار دولة عظم مباشر المتحدة الأمريكية في حق دولة أخرى كل هذه الأدوار تقوم بها هذه الشركات الأمر نعم تعدى موضوع التجسس وتعدى موضوع فقط حراسة وتأمين سفرات وتأمين مواكب وتأمين بواخر وموانئ القضية لم تعود كذلك هي القضية أنهم باتوا يتعاملون بشكل مافيوي بشكل كامل عمل عصابات عمل قذر ربما المافيا لديها من القوانين ما هو يرقى قيميا على ما تمارسه مثل هذه الشركات لم تتورع هذه الشركات عن تنفيذ مجازر في آمنين في مدنيين في مساجد في غيرها من الأماكن لم تتورع أن تؤلب أو ربما تضفي مزيد من النار على ما يسمى بالحرب الطائفية وغيرها في تلك الدولة أو في غيرها نعم تعدى أمر وعمل هذه الشركات إلى أبعد من كونها متجسسة الآن في الضفة الغربية هي تمثل أيضا حالة ستار للكيان الغاصب ستار أن يصل إلى المحاكم الدولية وأن يحاكم على مجازر ضد الإنسانية أو يحاكم على تجاوز للقانون الدولي فهي عندما الآن خرج الاحتلال بعد أن تمكن ومن مكن له ذلك كانت الشركات الأمنية أقصد الاستيطان الاستيطان في الضفة الغربية كان يحتاج إلى منظومة أمنية كاملة تأمين شوارع تأمين المستوطنات تأمين تنقل المستوطنين وحماية المستوطنات أثناء الليل وكل هذا الدور هذا الدور منوط بالجيش الصهيوني لكن لأن الكيان لم يكن بعده قد قرر بأنه يريد أن يعني يفرض سيادة القانون الصهيوني على هذه المستوطنات لأن لم يكن مدعوم كما هو مدعوم اليوم من قبل إدارة أمريكية وصمت أوروبي وهرولة تطبيع عربية قبل ذلك من مكن له ومن مكن لهذا الاستيطان أن ينتشر كالسرطان في جبال الضفة الغربية هي هذه الشركات الأمنية كان مجرد مستوطن واحد يأخذ رئيس جبل ويحضر بعض الأغنام وينشئ مزرعة وتحميه هذه الشركات الأمنية كانت هذه البؤر تسمى من الحكومة الصهيونية بالبؤر غير القانونية اليوم لأنه الاحتلال أمن العقوبة وأمن المقاومة لأن التنسيق الأمني قد كبل يد المقاومة وبعد أن تمكن الاحتلال من خلال ما منحته إياه الإدارة الأمريكية من نقل سفارة للقدس ومن إعلان الأغوار والمستوطنات كجزء لا يتجزأ من كيان الاحتلال إذن فسيحميها هو بنفسه الآن كدولة وكمنظومة جيش وأنا هنا ربما أشير إلى أن عمل الشركات الأمنية في الدولة العربية لا يقع في دائرة التطبيع بقدر ما هو تنسيق أمني ما نراه اليوم من تنسيق أمني في الضفة الغربية وتمارس السلطة كان يعمل به منذ زمن هو تنسيق أمني كامل الأركان وتعاون ما بين هذه الدول ربما تلك الدول تسويغ ذلك نعم بأنه حفاظا على أمنها وهناك معلومات مهمة قد تحصلها من تلك الشركات وبالتالي تساهم في الحفاظ على أمنها وليس العكس كما نعتقد نحن هذه هي الذريعة التي تتذرع بها تلك الدول لكن هي بلا شك أنها تضع ستارة سوداء على عينها وتظن أن الناس بعد ذلك لا يرون عندما تريد أن تسوق بأن هذه الشركات الأمنية هويتها دولية بمعنى أنها شركات أمريكية أو شركات غير ذلك هي شركات صهيونية والضباط الذين يعملون فيها يحملون أسماء صهيونية خدموا في الجيش تاريخهم معروف وربما الواحد منهم لم يكن قد انقضى على عمله في الجيش الصهيوني أكثر من أشهر قد تقاعد من الجيش ليجد نفسه يرتدي بزة أو بدلة رسمية ويجلس في إحدى الدول ليمارس دوره كمستشار معذرة للمقاطع أستاذ محمد أنا أحاول أن أستثمر الوقت معك ما الفوائد التي تعود على الاحتلال الصهيوني من وراء تلك الشركات وأولئك الضباط الذين يرأسون تلك الشركات ويعدوا شخصيات مؤثرة فيها نعم بداية هي المعلومات المعلومات التي توفرها هذه الشركات هي معلومات مهمة بالنسبة للكيان ثانيا التدخل المباشر الكيان تدخل في أكثر من مكان وبالمعلومات في ثورات عربية تدخل بشكل مباشر من خلال مثل هذه الشركات ليؤثر على الواقع هناك بحيث لا يشكل أي خطر على الاحتلال وأن يصل إلى حدود الاحتلال ثم إن الاحتلال من خلال ذلك أيضا يمارس دور الاختراق لتلك الدول ويمارس بناء شبكات التجسس التي تخدمه من سكان تلك الدول أيضا ولا يكتفي بتلك الأجهزة الأمنية نعم يوجد الموساد الذي يمارس هذه الأعمال وله خلايا في كل الدول منتشرة إلا أن مثل هذه الشركات يرافض مهم يرفض هذه الأجهزة الأمنية الرسمية نعم أشكرك جزيلا أستاذ محمد حمادة وربما تجد الإشارة أيضا إلى دور إلى دور اقتصادي أيضا مهم يعود بالنفع على هذا الاحتلال أيضا واضح لأننا نحن نحك عن 400 مليار شكرا لك أستاذ محمد حمادة المحلل السياسي المتخصص في الشأن الصهيوني كنت معنا مباشرة من مدينة غزة يعني فعلا نحن عندما ننظر إلى الأرقام نلاحظ أنه أن الدخل هذه الشركات اتفع في عام 2011 كان 5 مليار دولار اتفع إلى 14 مليار دولار عام 2014 ووزارة الخارجية الفرنسية والاتحاد الأوروبي تتحدث عن حوالي 400 مليار دولار داخل هذه الشركات هذا يعطيك دلالة أن هناك أيضا أرباح وعوائد اقتصادية تعود على الكيان الصهيوني بالإضافة إلى كل الاضطرابات والمشكلات التي تخدم الأهداف الصهيوني والكيان الصهيوني يستخدم هذه الشركات ليس للشق الأمني فقط رافض أمني ومعلوماتي واستخباراتي كما تحدث الضيف الكريم من غزة من خلال المعلومات وغيرها والرافض اقتصادي حيث تضر كثير من الملايين والمليارات على الكيان الإسرائيلي بما يخدم الثورة الاقتصادية الصهيونية داخل الكيان الإسرائيلي كيف يأتي بهذه الشركات وترويج أجهزتها عبر عقد مؤتمرات علمية دورية باستمرار وهذه الشركات حيث تعرض هذه الأجهزة وتبيحها من خلال هذه المؤتمرات الاقتصادية وعرض منتجاتها وبذلك يكون الاحتلال الإسرائيلي لديه رافض أمني واستخباراتي ورافض اقتصادي أصبح هناك رافعتين رافعة أمنية استخباراتية ورافعة اقتصادية تخدم حكومة وموازنة الكيان الإسرائيلي من خلال هذه الشركات الأمنية هل الدول العربية مضطرة لاستعانة بهذه الشركات سواء من ناحية أمنية عسكرية أو من ناحية تكنولوجية؟ الدول العربية مضطرة ليست مضطرة ولكن طبيعة الأنظمة في الدول العربية هي التي تلجأ إلى هذا الأمر طبيعة الحكم الموجودة لا نريد أن نحدد دولة بعينها هل تعلم أن الدول العربية هناك من الدول العربية من أرسلت ضباطا من رجالها وأبنائها من أجهزة أمنية ثابعة لتلك الدول إلى الأكاديمية الأمنية الإسرائيلية لتدريبهم وأخذ دورات في داخل الكيان الإسرائيلي تدربوا على حماية التجسس تدربوا على حماية الشخصيات وبدلا من أن يكون وبدل أن يكون يخدم بأهل وطنه إلى أين؟ وكما تحدث الطيب أنه في قضية هو ليس تطبيعا إنما أيضا هو هناك تعاون أمن استخباراتي ولكن بعض الدول أعطيه غطاء وبعض أصبح الآن تعاون مكشوفا أطلب العلم ولو في الصين ولو في تل أبيب أيضا صحيح دكتور عبدالعز الزبعلي متخصص بشؤون الأمنية أنتقل بكم على وجه السرعة إلى زهرة المدائن والجمعية العربية للمكفوفين في القدس المحتلة المؤسسة المؤسسة أسسها دكتور سبح طاهر الدجاني وأسس عدة مؤسسات الدكتور سبح طاهر الدجاني وأسس المدرس العلائيين المكفوفين هو كف بصره هذا الشخص على هو صغير في السن كان مبصر نتيجة مرض كف بصره فأهله استطاعوا إنهم يطلقوا على لندن إنه يتعلم فتعلم القراءة والكتابة بلغة المكفوفين فلما رجع هون في سنة 32 أسس هاي المؤسسة أول ما بلشت الجمعية في باب الخليل وفي الـ 48 صار الحرب الـ 48 سكرت انتهبت الجمعية عودت نقلها من باب الخليل لباب العمود انتقل إلى هذه المبنى سنة 1955 وما زلنا فيها فكروا إنهم يوجدوا مقر لإلهم ويشتغلوا فيه ويكون إلهم مهنة حتى إنهم عيشوا ويثبتوا للمجتمع بإنه هم أشخاص قادرين على الإنتاج ومبدعين فجهزوا مشغل ومنجرة خاصة للمكفوفين كلياته كان عن طريق اليد فكانوا يجيبوا الأخشاب ويحضروها بتدخل عن منجرة بتتفصل بتتفصل لفراشي بتطلع من المنشار على التخزيق بيخزقوها وبتطلع على البرداخ ببردخوها وجووها للشغيل هون الشغيل هون بيشتغلها أمامه السلك والكراستا وبشتغلها كل فرشاي إلها شعر إلها هذا الشيء ما إيه شاي يا ساي؟ ما إيه شاي؟ أحاول بسم الله والله فعلا شخص وأول من طبع القرآن الكريم للمكفوفين اللي هي الجمعية هون هاي من أكبر إنجازاتها اللي هي طبعته ونشرته في جميع الدول العربية وأول مدرسة أسست للمكفوفين كانت مؤسسة أسست هون من هذه الجمعية اللي هي أسسها صبحي طاهر الدجاني أول مجلة طبعت للمكفوفين حتى إنهم المكفوفين يقدروا يتعلموا يقرأوه ونشر العلم بين المكفوفين بشكل عام اليونيسكو انتبت صبحي طاهر الدجاني سنة 1954 من أجل تأسيس معهد للمكفوفين واللي هو معهد النور هذا موجود في الكويت تم تأسيس معاهد في جميع الدول العربية بشكل عام للمكفوفين حتى إنه يتعلموا القراءة والكتابة فكان تأسيس هاي المؤسسة من أجل الاهتمام بالمكفوفين ورعايتهم من جميع النواحية من ناحية الثقافية والاجتماعية والتعليمية بتشكل مرضى الرزق وبتشكل كل شي حلو إلى ذاكرة فلسطين والحاج أمين الحسيني مؤسس اللجنة العربية العرية عام ستة وثلاثين وتسسمائة وعلى بين مفاوضات السياسيين وثورات الجماهير حارت أحلام المجاهدين بحماية البقية الباقية من أوطانهم وحين انبطحت المفاوضات أمام أطماع الغزاء ظلت أيديهم قابضة على السلاح الحاج أمين الحسيني مؤسس اللجنة العربية العليا مرت فلسطين بكثير من الاضطرابات منذ الإعلان عن وعد بلفور عام الف وتسعمائة وسبعة عشر من الميلاد فقد قاوم الفلسطينيون المشروع الصهيونية بكل الوسائل الممكنة وقاموا بالعديد من الثورات ولما لم تحقق هذه الثورات أهدافها المرجوة فقد رأت بعض القيادات الجماهيرية أن تسلك ضرب المفاوضات السياسية أملا في نيل حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة كان رائد هذا لاتجاه الزعيم الفلسطيني الكبير الحاج أمين الحسيني وقد ولد في القدس وقضى شطرا من حياته مهاجرا في العديد من العواصم العربية والغربية ثم توفي في لبنان ودفن فيها رأى الحسيني أن الشعب الفلسطيني لم يكن مؤهلا لخوض معركة عسكرية بطريقة حديثة فأيد الجهود السياسية لحل القضية الفلسطينية لكن ثورة القسام الأخيرة وإن لم تنجح فقد أشعلت فلسطين وأحس الناس بضرورة القيام لواجب الجهاد فأنشأ الشيخ أمين الحسيني الحزب العربية الفلسطينية ثم قام بإنشاء جناح سري لهذا الحزب كما أنشأت منظمة أخرى باسم الجهاد المقدس بقيادة عبدالقادر موسى الحسيني وبدعم مباشر من الشيخ أمين الحسيني في عام 1936 من الميلاد توالت الاشتباكات المسلحة بين العرب واليهود بسرعة فائقة مما أدى إلى إعلان الإضراب العام الذي شامل البلاد كلها استمر الإضراب في تصاعد وتم انتخاب لجنة برئاسة الحاج الحسيني وعضوية ممثل الأحزاب الستة في فلسطين سميت اللجنة العربية العليا ومن ثم فقد أعلنت اللجنة قرارها لاستمرار في الإضراب العام إلى أن تمنع الحكومة البريطانية الهجرة اليهودية منعا باتا وتمنع انتقال ملكية الأراضي لليهود وتوافق على إنشاء حكومة وطنية مسؤولة أمام مجلس نيابي لم تأبه الحكومة البريطانية بمطالب اللجنة العليا وأصدرت تقريرا يقضي بتقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق منطقة عربية تضم إلى شرق الأردن ومنطقة يهودية تشمل أجوض الأراضي الساحلية وتمتد من حدود لبنان إلى المجدل عبر سهل مرج بن عامر وبيسان والجليل ومنطقة واقعة تحت الانتداب البريطانية أعلن الحسيني على لسان اللجنة العربية العليا رفضها التهم لقرار التقسيم وهنا اعتبرت بريطانيا أن المفت الحاج أمين الحسيني هو العقبة الوحيدة أمام تنبير مشروعها الاستيطانية ومن ثم قد قررت أن لا تترك الساحة خالية لنشاطاتها اقتحمت السلطات البريطانية مقر اللجنة العربية العليا لاعتقال الشيخ أمين الحسيني ولكنه تمكن من الهرب ثم غادر البلاد وأصدر بيانا للشعب الفلسطيني يطالبه باستيناف حمل السلاح إلى أن ينال حقوقه صفحة من داكرة أمه عجنت بماء الصمود ومازج النضال دماءها وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين تقبلوا أعطى تحياتنا السلام عليكم ورحمة الله شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة